كشفت مجلة المشاهير الفرنسية كلاوسر عن علاقة تربط الرئيس فرانسوا أولوند مع الممثلة جولي جايه في ملف من سبع صفحات مرفق بصور تنشره في عددها اليوم الجمعة وتتصدر غلاف المجلة صورة للرئيس تحت عنوان عريض فرانسوا أولوند وجولي جايه الغرام السري للرئيس وردا على ذلك أعلن فرانسوا أولوند لوكالة فرانس بريس أنه يعتزم ملاحقة المجلة قضائيا منددا بانتهاك حياته الخاصة وفي العام 2012 شاركت الممثلة في شريطا إعلاني في حملة فرانسوا أولوند الانتخابية وصفت فيه المرشح للرئاسة أنذاك بأنه رجل متواضع ورائع وينصط فعلا إلى الآخرين وفي بيان تلاه أحد المقربين منه لوكالة فرانس بريس وأصدره باسمه الشخصي وليس بصفته رئيسا للجمهورية أعرب أولوند عن أسفه الشديد لهذا الانتهاك للحياة الخاصة التي يحق له بها كأي مواطن آخر مشيرا إلى أنه يدرس إمكانات الرد على هذا المقال بما في ذلك قضائيا اشتركوا في القناة